وشهدت محافظة السليمانية بإقليم كردستان عودة الحركة الطبيعية إلى داخل مركز المحافظة بعد تظاهرات حاشدة تخلى لها مواجهة المتظاهرين بالعنف وسقوط شهداء وجرح بين صفوف المحتجين مرسلنا قال إن هناك ترقبا كبيرا لنتائج زيارة الوفد الكردي لبغداد برئاسة قباط طالباني مبينا أن هناك توقعات بخروج تظاهرة بعد ظهر اليوم في مناطق سي الصادق وبنجوين وتكية ودرباندخان وكفري